هقولوكو الفرق ما بين الوزن الطبيعي والمثالي كلمنا فيه قبل كده الوزن المثالي هو اللي أنا قلت عليه ده وزي ما قلتلكو المعادلة دي يعني بنسبة كبيرة بتدي الرقم شبه المثالي خلينا نقول شبه المثالي أمال إيه الوزن الطبيعي؟ الوزن الطبيعي ده بيكون في حدود نقصان أو زيادة عن الوزن المثالي بما لا يتعدى 25% أو الربح نرجع تاني للمسألنا يسأيله حالو لو الطفل عمره أربع سنين خلص لأربع سنين أربعة في اتنين زق التمانية ونزود عليهم تمانية العمر بالسنين في اتنين زق التمانية يبقى كام تمانية وتمانية؟ 16 صح؟ ده الوزن المثالي تمام كده؟ ربع الستاشر كام؟ أربعة أربع كيلو صح كده؟ يبقى وزن هذا الطفل إذا كان 12 فأكثر 12 فأكثر فرقهو 4 كيلو يدخل في نطاق الطبيعي إنما طبعا لما يبقى 12 هو طبيعي صحيح لكن لا نورمال يعني طبيعي بس قليل قوي على الحد الأدنى من الطبيعي خلاص؟ أو إن يكون وزنه 20 يعني أزيد من الطبيعي بأربعة جبنا الأربعة دي منين زي ما قلنا 25% نقصان أو زيادة من الوزن المثالي يبقى ده يدخل في إطار الطبيعي لكن إحنا بنحب إن الطفل خلاص؟ إن الطفل يكون وزنه أقرب ما يكون إلى المثالي خلاص كده؟ أنا ليه؟ إيه أهميت هذه المعلومة؟ هتقولولي يعني 12 لما الطفل يبقى وزنه مفروض 16 كيلو وعنده أربع سنين وطلع وزنه 12 هو ده حلو ولا وحش أقول لكم وحش إنما مش مريض الطفل هنا مش مريض الطفل هنا بنلجأ إحنا بقى طبيا لقاليات طبيعية وقاليات صحيحة علمية لزيادة وزنه نحوى المؤشر الطبيعي اللي مسئلي يعني إحنا عايزين الـ 12 دي تبقى 16 تبقى 15 ونص تبقى 15 إنما مش عايزينها 12 لأن 12 طبيعي صحيح لكن أقل من المفروض يكون عليه خلاص لكنه ما زال في الإطار الطبيعي طيب لو افترضنا إنه هو 20 عايزين العشرين دي تبقى 16 أو عايزينها تبقى 17 أو 17 ونص إنما مش عايزينها تبقى 20 عشان لو زاد أي حاجة بعد كده هيبقى برضو زيادة غير طبيعية موسيقى